خلينا بقى نتكلم عن واحد من الأسئلة اللي الناس كتير قوي بتعود تفكر فيها لا ترى سواب الصيام مرتبط بعدم التقصير في باقي العبادات يعني مثلا لو حد كان مقصر فيه أداء الصلاة حل ده مثلا ممكن يؤثر على قبول الصيام دي من أكتر الأسئلة اللي الناس بتعود تفكر فيها واعتقد أنها من أكتر الأسئلة اللي ممكن تكون بتروح لدار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بالذات في رمضان خلينا احنا النهاردة نترح هذا السؤال ونتكلم عن العبادات وتأثيرها على فريدة الصيام وإزاي نقدر نحافظ على تواب الصيام من خلال ترك كل ما يغضب الله خلينا نرحب في فقرتنا النهاردة بالشيخ عبدالله سلامة الوعد بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية صباح الخير على حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك صباح النور بحضرتك صباح النور أهلا وسهلا بحضرتك طيب خلينا كده في البداية نعرف يا ترى العبادات مرتبطة ببعضها قبل ما نبتدي أصلا نسأل أسئلتنا هل العبادات مرتبطة ببعضها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد كل عام أنتم بألف خير ومشاهدين بألف خير صحة وسعادة وسلامة ومصرين الآمنة بخير وسعادة اللهم أمين العبادات عندما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مطالب بكل العبادات طبعا فعندما قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بني الإسلام على خمس قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل فالإنسان إذا قصر فيه عبادة فهو مطالب بأداء هذه العبادة طيب حتة القبول يعني مثلا الإنسان زم حتى تفضلت في موضوع الصلاة وموضوع الصيام موضوع قبول العمل لا يعلمه إلا الله عز وجل فحتة القبول دي محلها عند الله عز وجل لكن الإنسان مأمور بالصلاة سواء في شهر رمضان أو غير شهر رمضان لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقول وأقم الصلاة لذكري ويقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها إذن الصلاة ليس لها شهر دون شهر فالإنسان مطالب بالصلاة طوال عمره ويجب على الإنسان إذا قصر في وقت معين في أداء الصلاة فيجب عليه قضاء هذه الصلوات لأنها دين في رقبته أمام الله عز وجل فيجب الحفاظ على الصلاة من منطلق أنها عبادة مستقلة وصلة بين العبد وربه فإذا وصل الإنسان هذه الصلة كان الجسد وكانت الروح متصلة لأننا لو نظرنا إلى فرضية الصلاة نجد الصلاة فرضت في الملأ الأعلى في رحلة الإسرائيل والمعراج فموطن الصلاة ذاته إذا الإنسان أقبل وقال الله أكبر فيرتقي بروحه إلى الملأ الأعلى عند فرضية الصلاة عند الحق تبارك وتعالى خلينا نفصل كده الحاجات اللي ممكن تكون شائعة وممكن تكون الناس بتلبط فيها كتير فكرة أن الناس بتربط العبادات ببعض وحضرتك وضحت النقطة دي ولكن فيه ناس بتقول لن يقبل الصيام أحنا طبعا عارفين أن اللي بيقبل وبرفض أو لا يقبل هو لكن خلينا نقول أنه الناس تقول لو ما قرأتش قرآن مثلا كل يوم على الأقل جزء لو ما سبحتش وحمدت ربنا لو ما صليتش على النبي ألف مرة لو 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 لن يقبل صيامك فيه حاجات احنا بنحسين من جوانا أنها نعم يعني احنا كده بنبقى عملنا اللي علينا أو بنتقرب إلى الله عز وجل لكن فيه حاجات الناس بتغالي فبتصعغى بالأمور على الأخرين أسنى نعم خلينا نتفق أن الدين يسر والله عز وجل غني عن جميع العبادات والله عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمنطلق العبادة من باب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج فحدة الإنسان ينظر إلى غيره ويقول لغيره لا أنت ما قررتش قرآن النهاردة يبقى أنت مقصر لا كل إنسان يحكم على نفسه بالعكس الإنسان ممكن يعمل عمل بسيط لكن يعمل بإخلاص فيكون القول عند الله عز وجل في حدة أننا ما قررتش قرآن النهاردة أو ما صليتش عن نبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة كده أنا مقصر لا كده أنا مزنب كده عملي مش مقبول من الذي يتأله على الله الله عز وجل لا يرضي هذا الأمر كل إنسان يهتم بشؤون نفسه بل إن لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حدثت فضلت إن العبادات مرتبطة باستلوك نفسه النبي صلى الله وسلم عندما قال له رجل يا رسول الله إن فلان يذكر من كثرة صلاتها وكثرة صيامها وكثرة تصدقها ولكنها تؤذي جيرانها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار على النقيض قال رجل يا رسول الله إن فلان يذكر من قلة صيامها وقلة صلاتها وقلة صدقتها ولكنها تحسن إلى جيرانها فقال هي في الجنة فحتة الإنسان يجأس الناس ويجعل الناس يائسة وقانطة من الله عز وجل هذا العمل لا يرضي الله عز وجل بل إننا نحن مأمورون بأن نحب بالناس في الدين الإنسان اللي هو صلى الفريضة وما صلىشه السنة نقول له برافو عليك المرة الجاية بصل السنة إنما لما أقف معه وقوله لا ده أنت مقصر أنا كده بعمله أزمة بعمله أزمة لا بالعكس بالعكس الدين يسر الدين يسر والنصيحة دائما في الدين لازم تكون بالحكمة والموعظة الحسنة مش تكون بالترهيب لا الترغيب النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا في مفهوم الأمر بالمعروف ودلائل الناس على الخير الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا أمر كبير جدا وعظيم جدا لا يقبله أي إنسان لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالعقل خاطبه بالمنطق الصحابة رفضوا الموضوع وأرادوا أن يعني يؤذي الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه ثم قال له أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لخالتك أترضاه الرجل ذات عندما تحقق معنى الموعظة ومعنى الحكمة في فؤاده فتحول وقال وأنا كذلك لا أرضاه يا رسول الله يبقى إذن تحول من منطوق أو من حبه للشهوة والمعصية بسبب المعاملة وبسبب المناقشة الجميلة والحكمة الجميلة من نفسه صلى الله عليه وسلم فانتقل من المعصية إلى الطاعة اقتنع حتى لو كان في نيته أنه يداري أو هو كده اقتنع تماما ولن يعود إلى مثلا التفكير في مثل هذه الأشياء في بعض الأحيان السيدات الله يعينهم دايما في رمضان بيبقى عندهم كده شعور بالتقصير في العبادة بيبقوا حاسين أنهم نفسهم يعملوا حاجات أكتر لكن مشغولين بشغل البيت رمضان والتجهيز للأكل لإفطار الصائمين مسؤولياتهم اليومية العادية الوقت في رمضان بيعدي بسرعة بيبقى نفسهم أنهم ياخدوا سواب إفطار الصائم اللي بيعملوله في البيت وكمان في نفس الوقت بيبقوا طمعانين في مزيد من السواب لو يقدروا يعملوا عبادات زيادة نعم نقدر نقولهم إيه نقدر نقولهم أنه ما فيش حد هيفطر في مصر كلها لفي العالم كله إلا لما يكون فيه زوجة وأم في البيت فبدونهم مش هتكون فيه سعادة على الإفطار بدونهم مش هيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عنده فطر طب لا مش فطر مش هبه فرحة فإذا على كل سيدة أن تعلم وعلى كل أم أن تعلم كل ما تفعله في البيت عبادة وقفها في البيت إن هي تجاهز الطعام وتكون بتجهيز الفطار ده عبادة وتؤجر عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء بنو بل إحنا لو تحققنا في المفهوم ده هنجد إن الرجل الذي يعمل ويأتي بالكسب إلى البيت بنية إن هو يوسع على أهل بيته ويجعل في بيته سعادة يؤجر على هذا طب السيدة اللي بتقوم على تجهيز الطعام بالنية النهية بتجهز الطعام لأولادها عشان خاطر عفوا يكون فيه يفطره فتؤجر عليها كما قال البعض أنها تؤجر إفطر صائم الأعمال بالنيات مع وضع في الاعتبار أن عندنا كثير من السيدات هم المعيلات لأسرهم وعندنا كثير من السيدات أو الأغلب الأعام بيعملنا يعني إحنا فهي مسؤولة عن الشغل وإنها ما تأثرش في حقها في شغل في حق شغلها أبدا يعني بالإضافة لمسؤولياتها اليومين ودي دعوة جميلة أن السيدة دلوقتي تحملت مشقة العمل وتحملت مشقة البيت فيجب على كل رجل وعلى كل زوج أن يراعي هذه المسؤوليات يبقى فيه تفاهم في البيت يبقى فيه محبة يبقى فيه مودة يبقى فيه رحمة مش يبقى فيه عصبية ويبقى فيه شدة في البيت أن حاجة حصل فيه تقصير يبقى أحنا نوقف لبعضين على الوحدة لا يجب أن نغير ونفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الجميل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في البيت أنه هو جالس لا كان في مهنة أهله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب الشاه ويخصف النعل بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم البيت يقنس البيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال دلالة لنا كأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فكل سيدة بتفعل شيء هي تؤجر عليه في الدنيا وتؤجر عليه في الآخرة بل إن الحديث النساء التي أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الحديث ضعيف لكن يؤخذ به في فضال الأعمال قالوا يا رسول الله ذهب الرجال بالجهاد يعني الرجال بجهدوا في سبيل الله ويقاتلون لهم ذلك فما زلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن أن المرأة ما تفعله في البيت هو جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله يبقى إذن لهم مكان عظيم جدا كل سيدة وكل زوجة وكل أم هم أساس وهم سر السعادة في كل بيت وفي كل أسرة نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن جميعا عشان ربنا يكتب لنا سواب الصيام ونقدر ناخد أجره كاملا إيه الحاجات اللي نبعد عنها ممكن تكون يعني فيها شبهة تبوز لنا الصيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصيام جنة يعني وقاية يعني حفظ يعني أمان من كل سوء الصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليكل إني صائم الإنسان معرض في العمل معرض في الشارع معرض في أي مكان إنه هو يجد الأذى من بعض الناس خلق الصائم يتحقق إنه هو يتحمل الأذى ولا يدفع بالأذى أذى لا إن يدفع بالأذى يرد الأذى بالإحسان لذلك واجب على كل صائم إن الصيام مش هو الامتناء عن الأكل والشرب والشه ولا الصيام كما قال سيدنا الإمام الغزالي في الإحياء يقول الصيام على مراتب ثلاث صوم العوام اللي هو الطعام والشرب والشه وصوم الخواص اللي هو الجوارح وصوم خواص الخواص الخصوص بقى اللي هو اللي هو بقى كل حركاته كل سكناته وفؤاده وقلبه لا يشتغل إلا بالله فنسأل الله أن يكتب لنا هذا الأمر يبأ إذن الصائم يجب عليه أن يحفظ لسانه عن الكذب ويحفظ نظره عن أي شيء يغضب الله عز وجل ويحفظ فؤاده عن كل شيء فيه حقد أو حسد أو غيل أو كراهية يبقى صيامنا صيام كامل طيب معرض أنه هو حد يقوله حاجة لا يتذكر أنه هو صائم يتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه وفي خاطره إني صائم يعني إيه يعني تحقق الصيام فيا فأنا لي مرتبع إذا أصل إليها لعلكم تتكون فمن حفظ لسانه وجوارحه وقلبه عن كل ما يغضب الله عز وجل وجب له أن يصل إلى مراد الله في الصيام ألا وهو لعلكم تتكون احنا بنشكر فضلتك الشيخ عبد الله سلامة الواع بمركز الأزهر للفاتوة الإلكترونية نور ترى ومشرفتنا شكرا لوجود حضرتك ربنا يبارك في حضرتكم ويحفظكم يا رب العالمين أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك